بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حياكم الله عزى المشاهدين في برنامجكم إيمانيات وحديثنا عن خلق عظيم ألا وهو العفو والعفو هو من الخصال العظيمة التي امتدح الله عز وجل أهلها فقال وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الإنسان في هذه الحياة يعتريه من الآخرين بعض الأذى والسوء من ربما أولاده من زوجته أو الزوجة من زوجها أو كذلك من بعض الأصحاب أو بعض الناس في الطريق أو في أي مكان إذا تخلق بخلق العفو عن الآخرين وهو قادر على أن ينتصر وأن يأخذ بحقه ولكن يرجم عند الله جل في علاه أنه يعفو عن من أساء إليه حتى ينال الفضل من الله سبحانه وتعالى والجزاء من جنس العمل لذلك من عفى عفى الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام علم أم المؤمنين عائشة أن تدعو إن وافقت ليلة القدر اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عني فالعفو خلق عظيم والله سبحانه وتعالى قال في مدح هؤلاء العفين قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدث المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظم من الغيط والعفين عن الناس والله يحب المحسنين هذا وصفهم أعد الله لهم جنة عرضها السماوات والأرض أعدث المتقين هذا وصفهم من ضمن هذه الأوصاف العفو فالإنسان يعفو ويسامح ولا ينتقم أو يتشفى وإنما يرجو وفي ذلك الأمثلة العظيمة في القرآن والسنة يوسف عليه السلام آذاه إخوته حتى ألقوه في الجب يعني البئر وبيع بيع العبيد وفارق الأبوين والأهل والوطن ثم بعد ذلك سجن بضع سنين ودارت الأيام والسنون حتى قدر على إخوته الذين فعلوا به ما فعلوا ماذا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين عفى عنهم وقال لا تثريب عليكم اليوم أي لا أذكرها لكم يوما من الأيام هذا هو العفو قدر فعفى العفو عند المقدرة كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة في السنة الثامنة الهجرة تمكن من أهل قريش ومن صناديد قريش الذين آذوه وطردوه وأخرجوه من مكة حتى كادوا أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام فترك أرضه وأحب البلاد إلى الله مكة وأحب البقاء إلى قلبه عليه الصلاة والسلام لما تمكن منهم في فتح مكة عفى عنهم حتى سموا الطلقاء لذلك الإنسان إذا عفى يحتسب أجره على الله لا يكون العفو عن ضعف وإنما عن مقدرة مع ذلك هذا هو العفو الحقيقي ويقول عليه الصلاة والسلام في فضل العفو ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزة بعض الناس يظن أنك إذا عفوت وسامحت وصفحت عنهم أن هذا ضعف منك وهذا السوء فهم بل العفو من الخلق العظيم وهو من الإيمان والرفع والله في الدنيا والآخرة الرفع في الدنيا عند أهل الإيمان والعقلاء والحكماء لما يرون أن هذا الإنسان عفى علموا أنه من خلقه وعظيم سجاياه نبقوا معنا عزة المشاهدين نأخذ فاصلاً ثم نواصل حياكم الله عزة المشاهدين وما زال الحديث معكم عن العفو ومن عظيم قصص العفو ما صنعه المنافقون في حادثة الإفك البهتان على أم المؤمن عائشة التي اشتهرت وعرفت بحادثة الإفك حينما اتهمت أم المؤمن عائشة بأرضها وذلك بسبب المنافق عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين هو الذي أذع وأشعى هذه الفتنة حتى خاض معاه بعض الناس كان من ضمن هؤلاء الذين خاضوا نصطح بن أثاثة صحابي جليل من المهاجرين مع ذلك خاض مع الذين خاضوا وكان أبو بكر من أقربائه ينفق عليه وكان فقيرا مصطح بن أثاثة فلما علم أبو بكر وهي ابنته عائشة أم المؤمنين زوجته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا أنفق عليه بعد اليوم أي بعد ما قال في ابنته فأنزل الله عز وجل انظروا كيف الله عز وجل حب العفو لذلك الإنسان يتذكر فضل العفو فيسامح الناس الدنيا زائلة فبن عفى وأصلح فأجره على الله فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم مسعة يعني لا يحلف ولا يأتلي أولو الفضل منكم مسعة أن يؤتوا أولي القرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله فالرحيم فقال أبو كر بل يا رب وأرجع النفقة على مصطح شوفوا القلوب العظيمة تكلم في عرضه في عرض ابنته مع ذلك رجع أبو كر ينفق على مصطح بن أثاثة بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى لما مات عبد الله بن أبي بن سلوه صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكفنه في ثوبه وأنزله عليه الصلاة والسلام في القبر بيده الشريف عليه الصلاة والسلام مع أنه تكلم في أرضه عفو والإنسان الذي يعفو عن ناس دليل وعلام على سلامة قلبه هذا الذي نلقى الله عز وجل به يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم فصاحب القلب السليم والله لا يهمه ولا يبالي قالوا فيه تكلموا فيه طعنوا فيه وإنما يرجو أجره على الله قال الله سبحانه وتعالى فمن عثى وأصلح فأجره على الله وهو والله من التواضع والخلق العظيم والرفع والسؤدد فالذي يعفو عن الناس يسودوا ويكبر في عيونهم لذلك كما قال عليه الصلاة والسلام وما زاد الله عبد بعفو إلا عزاء والإنسان إذا أراد أن الله يعفو عنه يوم القيامة وهذا الذي نرجوه من الله سبحانه وتعالى الآخرة وأن الدنيا زائلة ثانية وهو أنه يعفو عن الناس حتى يعفو الله عز وجل عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل من من كان قبلنا كان يداين الناس وليس له أعمال صالحة لم يذكر له إلا هذا العمل كثير الذنوب والمعاصر فكان يأمر غلمانه أن يعفو عمن لا يستطيع سداد الدين وكان ينظر بعض المحسنين قال اعفو عنهم لعل الله عز وجل أن يعفو عنه فمات هذا الرجل ماذا قال الله سبحانه وتعالى لملائكته اعفو عنه فنحن أحق بالعفو منه الله وكبره فالجزاء من جنس العمل فالذي يعفو يعفو الله عز وجل عنه فتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة والعاقبة للمتقين فأسنى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العافين عن الناس وأن يجعلنا من المحسنين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين شكرا